السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير يحيى الله أخواننا وخواتنا في دورتنا سعادة الآخرة خدنا لنا بريك أمس استراحة إن شاء الله أنها ردت النشاط مرة ثانية لنا عسى الله يوفقنا وياكم وينفعنا باللي قاعدين نقوله في هذه الدورة قضينا ست لقاءات في السابق وباقي لنا ما أدريش كثر لكننا ماشيين إن شاء الله أنتم صامدين معيها عسى الله يحفظنا وياكم اليوم تكملة اللي ما انتهينا منه في المرات الماضية خلصنا آخر شي كان عندنا شفاعة الميزان بعد الحساب ذكرنا شون تكون ساعدة أثناء الحساب تكلمنا عن الميزان شون تسعد بالميزان شون تثقل ميزان حسناتك وتخفف ميزان سيئاتك وشون تنتبه له لا يطير حسناتك اللي أنت تعبت عليها اليوم وضوعنا هوايد حلو اليوم السالفة عن يعني شي والنس بصراحة ويعني الصجة جهزة من الحين شفت أنت اللي مكون عندك معاملة بمكان باتر يبيلها شوية دزة فالدقدق أنت اللي تعرفهم وين تعرفون فلان منو فلان مني عرف من يمون عليه منو الضبط شغلك باتر الضبط واسطاتك تبي تروح ما تبي تروح تجيش المكتب روحك تتبي تروح من فلان ناطرك على الأقل داقين على اللي تروح لها تحتاج توقيعها وين يمشيك عندها خبر نكتبت مرحل يعني ضبط أمورك الواسطة اليوم موضوعنا عن الواسطة الشفاعة الشفاعة هي الواسطة لما نقول شفاعة توسط نفس الكلام يوم القيامة في واسطات في شفاعات لكن واسطات بحق وترى حالة تحني في الدنيا الواسطات مو مذمومة قال الله سبحانه وتعالى ما يشفع شفاعة حسنة يكل له نصيب منها وما يشفع شفاعة سيئة يكل له كفل منها السيئة عليه يتحمل وزرها لكن الحسنة يشفع وتؤجره فيوم القيامة في واسطات في شفاعة رب العالمين جعلها في ذاك اليوم فرصة أنك ممكن أنت تفتك من ذاك اليوم أو يعني تنجو بسبب هذه الواسطات أو هذه الشفاعة اليوم موضوعنا ويد في تقسيمات ويد في نقاط ويد في أرقام الله يعينكم ضروري الورقة والقلم معاكم وحاولوا تركزون معاي وإن شاء الله يعني أقدر أوصل معلومة وإن شاء الله أقدر أخلص الشفاعة كلها ما نأجل الموضوع لي يا بحجر ندش على أطول زي في الموقف في المحشر قلنا في واسطات وشفاعات في شروط عشان الإنسان بيشفع مو أي واحد حيالله طبعاً الشيء يبليشفع يروح ندله يا رب أنا بتوسط حقي فلان حلو في شروط عشان الله يسمح بهذا أول شرط ثلاثة ما أول شرط أن يأذن الله للشافع هذا اللي بتوسط اللي بيشفع الله يسمح له يأذن له قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى شرط الثاني أن يرضى عنه أن يكون الله راضي عن هذا اللي متوسط وشافع ما يواحد أصلاً ما يستهل رب العالمين رده قال الله سبحانه وتعالى وكم من ملكهم في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يرضى عن هذا الشافع ثلاثة أن يرضى عن المشفوع له يعني يا رب أنا بتوسط حق فلان فلان لازم يكون الله يراضي عليه إذا فلان ما يستهل لا واحد بتوسط حق واحد كافر لا ما في مجال قال الله سبحانه وتعالى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ يَرْتَضَى لازم يرضى عنه إذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة للشافع يسمح له ويرضى عليه الشيء الثالث أن يرضى عن هذا المشفوع ذلك سعر بعلمين يسمحت اشفع توسط ويقبل الله الشفاعة تمام الشفاعة أنواع يعني أقصد اللي بيشفعون يوم القيامة اللي راح توسطون كثيرين وايدين نأدأ بأهمهم وأعلاهم وأجملهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام الله عطاه شفاعات يوم القيامة كثيرة في شفاعات خاصة له صلى الله عليه وسلم ليست لأحد من الناس أبدا هي بس بروحة له وفي شفاعات عامة له ولي غيرها من الناس نتكلم عن قسم الأول وبعدين قسم الثاني لاحظ القسم الأول نتكلم عنها الحين اللي هي الشفاعات الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي ما حد يسويها إلا هو هذه إحنا ما لنا فيها يعني أقصد شنو يعني ما في شي نسوي عشان نحصلها لأنها هي شيء عام أو شيء خاص الحين نبينها عشان نتضح الموضوع مثلا الأولى شفاعات لنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليست لغيره الشفاعة العظمى لفصل القضاء اللي هو أن يشفع عند الله يا رب ابدأ الحساب مو الناس في المحشر وينتظرون والعرق والشمس والدنيا كل هذه الناس يروحون حق آدم يا آدم انت أبونا روح خلي الله يحاسبنا يخلنا نبدأ فما كلهم يحول على غيره إلا محنبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند العرش ويحمد الله بمحامد ثم يقول ارفع رأسك وسلتطه وشفعته شفع فيبدأ الله الحساب بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة مننا عليه الصلاة والسلام وهذا هو عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودة هذا المقام المحمود اللي يحمد عليه الخلق كلهم كل الأمم تشوف الرسول عليه السلام هو للفضل بعد الله سبحانه وتعالى في بداية الحساب وفصل القضاء هذا الشفاعة العظمى اثنين أنه يشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بعدما عبروا الصراط واجتمعوا كلهم كل الأمم يجتمعون عند الجنة يدخلون هو يشفع لهم يدخلون من الجنة هو يطيق باب الجنة وأول واحد تفتح للجنة هو بك أمرت أن لا أفتح لي أحد قبلك فهو اللي يدخل الناس كلهم أهل الجنة كل ما حد يدخل إلا بعده صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم يتوسطهم عشان يفتح باب الجنة ويدخلون الجنة وينعمهم الثالثة يشفع لأناس من أمته اللي ما عليهم حساب أنهم يدخلون للجنة منهم قد يكون السبعين ألف اللي ذكرناهم وقد يكون هناك غيرهم الله سبحانه وتعالى يقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة فيشفع لهم يدخلهم صلى الله عليه وسلم الشفاعة الرابعة اللي خاصة ليست لأحد كذلك شفاعته لعمه أبي طالب أبو طالب في النار مات مشركا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يخفف عنه العذاب هو في ضاح ضاح من النار نار تبلغ كعبي يغلي منهما دماغ هذا تخفيف لعمها أبي طالب مقابل ما نصره وإن كان هو الكفر هذه الشفاعة الأربع خاصة هذه احنا ما في شيء نسوي عشان نحصلها هذه للدنيا كلها زي القسم الثاني اللي هي الشفاعة العامة اللي هي للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في غيرها من الناس قد يسوي هذه الشفاعة للناس يعني ممكن بعض الأنبياء الآخرين أنبياء يشفعون كذلك والمؤمنون يشفعون والملائكة يشفعون فيشتركون في هذه الشفاعات الثلاث لكن لما أنت ترجوها من الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم شيء كبير وحنا اللي راح نقولها بعد شوي شلون نحصل هذه الشفاعات من النبي عليه الصلاة والسلام شنو هي الشفاعات هذه اللي هي العامة أولا يشفع عليه الصلاة والسلام لأناس دخلوا النار فيخرجهم منها ناس من أمته صلى الله عليه وسلم دخلوا النار بسبب ذنوبهم كبائرهم وقال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبار من أمتي فناس استحقوا النار صار لهم الميزان ودخلوا النار فعلا يعذبون فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون من هنا يدخلون الجنة الثانية يشفع لأناس استحقوا النار بعد الحساب والميزان النتيجة أن يروح النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فما يدخل النار يتوسط له لا ما في النار يا رب الجنة فيدخل الجنة قبل يدخل النار مع أنه يستحقها الأول يدش النار وقع يعدب فيطلع عليه الصلاة والسلام الثاني لا المفروض يدش النار لكن بشفاعته ووسطته صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إنما يدخل الجنة مباشرة الثالثة يشفع الأناس من أهل الجنة أما في الجنة لكن يشفع لهم متوسطهم عشان الله يرفع درجاتهم بعد يزيدهم من فضله ويرتفعون فوق ويزيدهم من النعيم بالتالي هذه الشفاعات الأنبياء ممكن يسوونها وبعض الصالح يمكن يسوونها لكن كما قلنا في أعمال اللي الحين رح نتكلم عنها إذا عملناها نحصل على هذه الشفاعات من النبي صلى الله عليه وسلم إذا قد يستحق إنسان النار سواء دخلها أو ما دخلها إلى الآن يشفع له صلى الله عليه وسلم إن أتى بهذه العمل التي نذكرها أو كان منها الجنة فيرفعه النبي صلى الله عليه وسلم درجات بشفاعته الثلاثة أعمال هذه المهمة اللي نحصل من خلالها على شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى الإخلاص في التوحيد أكثر من مرة ذكرنا موضوع التوحيد قلني جماعة توحيد لازم هذا الملف يراجع دائما تفتح ملف توحيد في قلبك شون وضع هل دخلت عليك بعض الشكوك بعض الشركيات بعض الأعمال اللي تنافي التوحيد انتبه كل ما صفيت توحيدك كل ما ارتحت في الآخرة ذكرنا فضل التوحيد هناك أنه يغفر الذنوب لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لغفرتها لك ولا أبالي قال صلى الله عليه وسلم من قال أسعد الناس أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه هذا أسعد الناس بالشفاعة اللي حصل اللي يقول لا إله إلا الله مخلص من قلبه فعلا خالص في قول التوحيد وفي فعلة بالتوحيد حياته توحيد هذا يسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الأمر الثاني أن تسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم الذكر بعد الأذان اللهم ربه دعوه التامة والصلاة القائمة آتي محمدا للوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وهذه الوسيلة منزل في الجنة لا تنبق إلا لرجل واحد وهو صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام فمن سأل الله عليه الوسيلة حلت عليه الشفاعة اهرص على هذا الدعاء والذكر بعد الأذان لتستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أنت قاعدت أدعو له صلى الله عليه وسلم أن يبلغه الله الوسيلة سيشفع لك يوم القيامة بسؤالك له الوسيلة الأمر الثالث كثرت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم كل ما صليت علي مو بس يوم ريمعة وليلة ريمعة طول الوقت صلى الله عليه وسلم كل ما كثرت كل ما كان في صحيفتك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر انت قبل تعال انت يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة أعمال التوحيد الخالص والسؤال الوسيلة والصلاة عليه عليه الصلاة وسلم تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا أما يرفع درجاتنا في الجنة إن كنا منها أو إذا استحق واحد فينا النار ما يدخل أو والعياذ بالله إن دخل النار يطلع منها صلى الله عليه وسلم هذا النوع الأول النوع الأول من نوع شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام طولنا فيه لئنا نوع كثيرة الشيء الثاني الذي سيشفع يوم القيامة القرآن كتاب الله سيشفع لي أناس يوم القيامة شنو المطلوب أسوي أو منو يشفع لي بالضبط أول شيء القرآن كله قال عليه الصلاة والسلام قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يشفع لي أصحابه صاحبه مو اللي يلتقي فيه كل شم يوم كل اسبوع مرة برمضان يا دوب اللي معرفته فيه خفيفة لا صاحبة كل ما كانوا يا لازم يعمل فيه يعرفه يفهمه تفسيره قراءته يحفظ ما تيسر هذا صاحبة اقرأوا القرآن كثر قراءته كل ما كنت ألصق بالقرآن كل ما استحقيت شفاحتهم القيامة من القرآن كذلك قال صلى الله عليه وسلم قرأوا الزهراوي البقرة والعمران فإنهما يأتان يوم القيامة كأنهما غمامتان مثل الظل تحاجان عن أصحابهما تحاجان الله سبحانه وتعالى تشفع لأصحابهما هذين اللي قرأوا البقرة والعمران اللي احفظوا البقرة والعمران وعملوا بما في البقرة والعمران ستشفع لهم البقرة والعمران وكذلك في رواية من رواية هذا الحديث احنا ما ذكرناها في المحشر سعادة الظل في رواية انهما تظلان صاحبهما يعني يوم القيامة احنا قلنا من الظل اللي راح يكون يوم القيامة السبعة اللي ظل ما فيه تحت ظل العرش والمؤمن تحت ظل صدقته ومن أنظر معسرا كان كذلك في ظل العرش والمؤمن تحت ظل صدقته والبقرة والعمران تظلاني صاحبهما كذلك يعني الظلة في المحشر ما تحوش الشمس وكذلك تدافع تشفع له عند رب العالمين وتتوسط له كذلك مما يشفع من القرآن قال عليه الصلاة والسلام أن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيديه الملك هذه الملك ما تخلي صاحبها سبحان الله في القبر وياه تمنع من عذاب القبر وإذا راح إلى المحشر شفعت له عند الله يعني واحد ممكن يسعد في الآخرة كلها بسبب سورة الملك في القبر ما على إشكال ما في عذاب ويوم القيامة تشفع له الله يخبر له يروح للجنة بالملك بس بالملك نحرص عليها نعلمها أولادنا نعلمها كل اللي نقدر عليه نقرأها وايد نعرف ندرسها نفهمها نعمل فيها قد هادي بس فقط سورة الملك تكون سبب للسعادة في الآخرة أنت اشتبي في الآخرة في القبر ما تبي التعدد ويوم القيامة تبي شيء يغفر ذنوبك هذه الملك بتسوي لك شدي بعد إذن الله سبحانه وتعالى وتدخل للجنة هذه شفاعة القرآن إذن القرآن كله يكون شفيع الأصحابي والبقرة والعمران وكذلك الملك الأمر الثالث في الشفاعات شفاعة النبي واحد شفاعة القرآن اثنين الثالث الصيام الصيام والقرآن يشفعان للعبدية وما القيام يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه يعني إنسان هذا صايم صح ومنعته الطعام والشهوات ومنعته الحرام فيا ربي شفعني فيه شون الصيام يشفع احنا هذا أشياء غيبية ما نعرف لكن نؤمن أن الصيام سيتوسط ويشفع عند الله لأناس أجادوا الصيام وأتقنوه أكثروا منه فيقبل الله شفاعة الصيام فيدخل هذا الإنسان الجنبي الصيام الأمر الرابع الذي سيشفع المؤمنون الصالحون المؤمنون بعد ما يدخلون الجنة ويفتقدون بعض أصحابهم اللي كانوا معاهم في الدنيا ويكتشفون أنهم في النار يذهبون إلى الله سبحانه وتعالى ويحاجون الله يا رب أخواننا كانوا يصومون معنا ويوصلون ويحجون يا رب في النار فيقول الله سبحانه وتعالى اذهبوا فأخرجوا من عرفتم يا زين الصحبة الطيبة ما يخلون صاحبهم مو الواحد دخلت الجنة خلاص لا ما يخلون صاحبهم حتى يوم القيامة هو في النار معنهم في الجنة مفروض في الجنة ناس يديني خلاص أنا في الجنة لا صاحبي ما أخلي كان معاي في المسيط يصلي أمي كنا نتفطر يا بعض رمضان كنا نروح لأمره والحجو يا بعض بالحملة كنا نحفظ يا بعض قرآن ما يخلي رفيجة هذه فادة الصحبة الطيبة هذه فادة أن الإنسان يقض نفسه على مجموعة زينة ويكون معهم حتى لو كان عندك أنت أخطاء وكلنا عندنا أخطاء احنا ما حد فينا عارف مين اللي راح يشفع حق ثاني أنا شفع لك ولأنت تشفع لي ما ندري ما نعرف لكن هذه الصحبة الطيبة ما تخلي فيطلعون ناس الله أعطاهم مقدار من كان في قلبي مثقال دينار من الإيمان يروحون يطلعونهم ما يخلونهم بعدين يكون في ناس مقدار إيمان في قلبهم أقل فالله سبحانه وتعالى روحوا مرة ثانية يطلعوا من كان في قلبي مثقال نصف دينار إلى مثقال حبة تخرد من الإيمان أو ذرة فيروحون يطلعون ناس هذا يطلع صاحبه ويطلع صاحبه ويطلع كل واحد يطلع رفيجة الأحباب في الله اللي كانوا مجتمعين اللي أعة طاحت الله سبحانه وتعالى يشفعون لبعضهم البعض الأمر الرابع أو هذا الرابع الأمر الخامس الذي يشفع الجنة والنار كنت تخيل هذا اللي كان في الدنيا يدعو اللهم من يسألك الجنة ثلاثا قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعده من النار يعني الجنة هي تقول في حديث آخر ما استجار عبده من النار سبع مرات ليس ثلاثة سبع مرات الحديث صحيح في يوم إلا قالت النار الله يا رب إن عبدك فلان قد استجارك مني فأجره يعني النار تكلم رب العالمين يا رب فلان استجارك مني أنا أجره مني لا يدخلني ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة يا ربي إن عبدك فلان سألني يعني يسألك إياي يبي تخلني فأدخله يعني حتى الجنة والنار يكلمون الله لك إذا كنت تدعو الحين اللهم نسألك الجنة اللهم نسألك الجنة اللهم نسألك الجنة اللهم نعوذك من النار اللهم نعوذك من النار أو سبع مرات ثلاث مرات أحيانا أو سبع مرات أحيانا المهم هذا الدعاء لا تخلي لا يطفق في يوم إلا تدعو الله سبحانه وتعالى الجنة تدعوه ثلاث مرات أو سبع مرات وتستعد من النار ثلاث مرات أو سبع مرات حتى أن الجنة والنار يخطبون الله تبارك وتعالى عنك ويشفعون لك وتستجير من النار بإذن الله تبعد عنها وتدخل الجنة بفضل هذه الدعوات التي كنت تدعو بها في الدنيا هذه الأعمال الحمد لله خلصنا بفضل الله هذه الأعمال التي يستحق الإنسان بها الشفاعات قلنا أولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وعرفنا شنو نسوي توحيد الخالص سؤال الله الوسيلة كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أثنين القرآن نقرأ القرآن كثير نحفظ البقرة والعمران أو صورة الملك ثلاثة شفاعة الصيام نحسن الصيام كثرة ما نقدر ننصوم أربعة شفاعة المؤمنون أن نخترض أو نكون مع صحبة طيبة صالحة لعل إنسان منهم يشفع لنا ويتذكرنا يوم القيامة خمسة الجنة والنار إذا أكثرت من الدعاء في هذه الدنيا بأنك سأت الله الجنة ثلاثا أو سبعا واستعث بالله من النار ثلاثا أو سبعا الموقف الأخير بعد ما ينتهي الكل والملائكة يشفعون وان يقول الله تبارك وتعالى بعد كل هذا انتهت موضوع الواسطات والخطة التدخيل في ناس يتوسطون قال عليه صلى الله عليه وسلم يعني الشهيد يشفع حق سبعين من أهله يدخل سبعين واحد من أهله من أرحامه يدخلهم الجنة الشهيد ويأتي رجل رجل من الصالحين يعني مو شخص واحد هو قد يشفع يعني حجم بعدد قبيلة يدخل مثل قبيلة في الجنة شفع هذا شيء 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 خيال بعد ما يخلصون يقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الرحمين سبحانه خلصتوا باقي رحمة الله سبحانه وتعالى فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط ما حاج فعلهم ما حاج فعلهم منسيين لكن الله برحمته يقبض قبضة من النار يخرج كما يقول ابن سعود رضي الله عنه فيخرج من النار أكثر مما أخرج جميع الخلق برحمته يعني شفت الشفاعات كلها كل الناس اللي طلعوا بالشفاعات رحمة رب العالمين وهذه القبضة اللي طلعوا من هذه القبضة أكثر من اللي طلعوا بكل الشفاعات هذه رحمة أرحم الرحم لم يبقى إلا أرحم الرحمين رحمته وسعت كل شيء ونسأل الله تبارك وتعالى أن تسعنا رحمته ونسأل الله أن يرزقنا الشفاعة وأن يجعلنا شفاعاء حتى إحنا رب العالمين يجعلنا وسطاء لأناس يدخل الناس بسببنا الجنة ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى إن أحسننا عبادة الله عز وجل وأدخلناها وبرحمته لنا ذلك نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين أحفظ لكم هذا لايف وارجع لكم حكس ألو جور